لم تمر ليلة المولد النبوي بالجزائر العاصمة برداً وسلاماً على المهتفين به عن طريق الألعاب النارية لتتوافد ضحاياها تباعاً على استعجالات المستشفيات بإصابات بليغة كنت مريحة في ميزامي كده أنا مريحة اللعب وقال لبيتا غمشي قال حاجة كبيرة يا بيدي قام أمليك كانوا اللعبوا بالبوق الأمر الأخطر ما كشفت عنه أخصائية طب العيون عن وجود حمض الكبرياتيك في المفرقعات الأضرار كانت خفيفة مقارنة بالسنة الفارطة فهل وعي المواطن ساهم في هذا؟ أم أن تقشف الأسر ولهيب الأسعار لعب دوراً في القضية؟